أهلا بكم مجددا مشاهدين وطبيين نناقشوا العلاج الطبيعي بعد وقبل العمليات الجراحية العمليات الجراحية تعتبر أهم تدخل طبي لإنقاذ المريض من العديد من المشكلات الصحية المتفاقمة والتي لا يجدي معها تدخل الدوائي أو يشير أغلب الأطباء الخبارة إلى ضرورة توفر المهارة في أي طبيب جراح لأن الخطأ في الجراحة يؤدي إلى الموت أو العجز أو المضاعفات الشديدة كما أن هناك قسما خاصا للعلاج الطبيعي قبل وبعد العمليات الجراحية ويستعين كبار الأطباء بطبيب العلاج الطبيعي المتخصص في هذا المجال لتأهيل المريض قبل دخول العملية وبعد الخروج منها كيف يكون العلاج الطبيعي قبل وبعد العمليات الجراحية للمزيد يسعدنا أن نرحب هنا بالأستيديو بي محمد عصام أخصائي العلاج الطبيعي أهلا وسهلا فيك أهلا فيكم يسعد صباحكم يعطيكم الخروج يعني عادة نسمع بالعلاج الطبيعي بعد العمليات الجراحية أنه الطبيب المختص بيوصي المريض ولازم أن تعمل إجراءات معينة لازم تهتم أكثر بالعلاج الطبيعي فنعرف منك قبل العمليات ما أهمية العلاج الطبيعي جميل حسا في البداية أنا حاب أشكركم على هذه الإضافة لحتى تساعدونا إحنا كمعالجين في النقل النوعية في العلاج الطبيعي في البلدان العربية بشكل خاص وفي العالم أجمع بشكل عام بصراحة النظرة كانت للعلاج الطبيعي هي نظرة شعبية أكثر منها نظرة طبية لكن مع تقدم العلم وجهود المعالجين في هذا المجال أثبت أنه فعالية وكفاءة هذا العلم القائم على دراسات قائم على بحثات طبية بحثات سريرية فهذا الإشي يساعدنا قبل وبعد العمليات كثير من العمليات الجراحية كان يطلب تدخل فقط جراحة لكن حاليا يطلب فقط تدخل المعالج الطبيعي مع هذه الحالة لحتى نستغني عن الجراحة بصراحة العمليات الجراحية ممكن تسبب الجلوس لفترات طويلة أو أنه تأخر رجعت المريض لحياةه الوظيفية بشكل سريع فنلجأ للعلاج الطبيعي لحتى يساعد المريض للرجوع لحياةه الوظيفية وهو يعاني من هذه المشكلة فإجاد دور العلاج الطبيعي لحتى يسرع من عملية الاستشفاء بعد العمليات ويأهل المريض للدخول للعملية دخول المريض للعملية مع العلاج الطبيعي هذا الاشي رح يسهل عليما بعد العملية في ناس مثلا يدخل على العمليات فلنفرض عملية ديسك دخل من غير ما يعمل مثلا علاج الطبيعي من غير ما يعمل تقوية العضلات أسفل الظهر فلنفرض دخل على العملية بعد العملية قاعد ثلاث شهور فأنا هون إجاد دور المعالج الطبيعي بأنه قبل العملية سهل من تقوية العضلات سهل من تخفيف الشد العضلي رجأنا للعملية لأنها هي حل بعد هيك بعد العملية مباشرة قام المريض يمشي ويتحرك ويقوم بأضافة اليومية والحياتية بشكل أسرع يعني هل هي مقرد مساعد للعمليات الجراحية أم هي قزء من العلاج؟ هسا كل واحد يعني بتطلع عليها من نظرته أنا كمعالج طبيعي والحمد لله يعني كنظرة طبية صارت جزء رئيسي من العلاج يعني بعض الطباء صار خلص ما نلجأ للعملية لا نلجأ مباشرة للعلاج الطبيعي وصاروا الدكاترة يعني 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 يحكي لك أنه أنت بحاجة لخمس لعشر جلسات فالحمد لله هذا إشي كثير مميز بالنسبة لنا أنه الطبيب صار مهتم في العلاج الطبيعي فهي جزء رئيسي وجزء أساسي وبعض الحالات وبعض العمليات بحاجة فقط لعلاج طبيعي مش بحاجة أن نعمل هذه العملية فالحمد لله إشي هذي مثلا يعني الإصابات اللي بس تحتاج علاج طبيعي مش تدخل الهرح تمام هسا أنا في طبيعة مجالي أو طبيعة تخصصي هي مع الإصابات الرياضية تمام في بعض العمليات كان يكون في قطع مثلا جزئي في الرباط الصليبي الأمامي في الركبة بعد مثلا إصابة في الملعب أو إصابة بشكل عام صار في قطع رباط صليبي جزئي كان أغلب الأطباء في السابق يعني يلجأوا للعملية مباشرة اللي هو يأخذ وطر من عضلة ثانية بعدين يرمم الوطر اللي صار فيه قطع لا حاليا صرنا نطلع على الهدف تبع المريض لهذا أو شو الخطة العلاجية تبع المعارض الطبيعي وشو الخطة العلاجية تبع الطبيب فعلى هاي الأساس صرنا نقلل نسبة العمليات في العمليات الرباط الصليبي بشكل عام مثلا عمليات أسفل الظهر ديسك كثير من المرضى كان عندهم مثلا عبارة عن عرق نسا أو عبارة عن ديسك ضاغط على العصب عندهم فسبب عندهم مشاكل في أسفل الظهر وسبب عندهم مشاكل أنه صار ينزل الألم على رجليهم مع اللاجة الطبيعي حلت لكن فيها طباء كانوا داخلين عاملين عملية بس فتح مكان العملية ورد سكر فما لاقى إشي هذا الإشي يعتمد على صور الأشعة أو صور المراي لأنه إحنا بصراحة صار وصلنا لمرحلة أنه نتطلع على صور الأشعة نحكي أنه هذا بحاجة العملية أو لا وهذا إشي خاطئ إحنا نعتمد على فحص السريري طالما كان الفحص السريري سكانية الحركة مدى الحركة يمكن حتى كمان بالضبط الفحص السريري هو جزء رئيسي من التشخيص كثير من الناس تلجأ لصورة الأشعة شاف صورة الأشعة أنه آه هاي هون في ديسك ضاغط فخلص معناته بحاجة العملية وهذا شي خاطئ الفحص السريري شو الأعراض اللي بيعاني منها المريض ممكن تعالنا نتصور إحنا الثلاث نتصور رح يلاقي عندنا مثلا ديسك في أسفل الظهر لكن هل هذا الديسك مأثر على حياتنا اليومية هل هذا الديسك عملنا تأخر في حركتنا هل هذا الديسك مقلل من الوظائف اليومية لا لكن بعض الأطباء رح لما يشوف هذا الديسك بيقول لك آه هذا مأثر فراح يعمل العملية مباشرة فهذا شي خطئ فهونا كان دول العلاج الطبيعي يعني إحنا الآن عشان نفهم أكثر ونصر الصورة أكثر للمشاهد أنه العلاج الطبيعي فكرة أنه بيقوي الأربطة حوالي المفاصل مثلا ديسك نتكلم عن المفاصل أو حتى الديسك ايش بالضبط وظيفة العلاج الطبيعي حلو وظيفة العلاج الطبيعي هو التشخيص الدقيق لهذه المنطقة بعض الأماكن بيكون فيها شد عضلي فقط بحاجة لأنك ترخي العضلات يعني نخفف الشد في هذه المنطقة تنحلل مشكلة تماما بعض المنطقة بيكون العضلات هي نفسها ضعيفة فمنلجأ لتقوية هذه العضلات بعض العضلات بيكون عدم توازن عضلي العضلات قوية لكن هذه العضلة نسبتها للعضلة الأمامية مثلا للعضلة الخلفية مش مش متوازنة فهيك نلجأ لأنه نقوي مثلاً العضلة الأمامية للعضلة الخلفية باعتمد على التوازن عضلي بعض المفاصل بيكون المستقبلات الحسية في المفصل غير دقيقة فأنه مثلاً صار فيها إصابة لكن ما رجعت بنت من أول جديد بالشكل الصحيح فإحنا منلجأ للعلاج الطبيعي خلينا عند المفاصل نشوف المفاصل عادة هي من الحاجة الشائعة التي يتعرضون لها الناس للأسف إما بحركة خاطئة أو بسرعة فما هي أهم التمارين التي يمكن تساعدنا على تكوية المفاصل تمام التمارين التي تساعدنا على تكوية المفاصل لكل مفصل فيه إشي محدد فيه تمارين معينة لكن مثلاً فلنفرض مفصل الركبة مفصل الركبة بعد العمليات الجراحية فلنفرض بحاجة لتمرين تقوي لعضلات الفخد الأمامية تمرين تقوي للفخد الخلفية الجانبية الداخلية باعتمد على نوع الإصابة في إصابات ما منقدر نعمل فيها حركة في إصابات منقدر نعمل فيها حركة في إصابات من يعتمد على تقوية من السكون يعني أنا مثلاً قاعد بخلي المريض يشد ركبته للأسفل على إيده مثلاً أو على بشكير تحت بوش داون بالضبط أو على تحت الكعب لحتى يقوي عضلات الفخد الخلفية فكل عملية أو كل حالة مرضية بحاجة لتشخيص دقيق لحتى نعطي التمرين الصحيح لهاي الحالة طب بعد العمليات الجراحية دكتور يعني متى يبدأ العلاج الطبيعي؟ هل مباشرة بعد العملية ولا يعني بعد فترة معينة مثلاً؟ تمام هسا في حال قبل العملية تكوننا مبلشين في العلاج الطبيعي لازم مباشرة بعد العملية نتبع التعليمات الطبيب بشكل رئيسي زائد نتبع البروتوكولات العالمية لما بعد العمليات فمثلاً بعد العمليات فلنفرض الرباط الصليبي فيه أطباء بعملوها العملية ثاني يوم لازم يمشي المريض أنه يحط وزن على رجله فيه أطباء لا بنصح أنه بعد أسبوعين لأربع أسبوع أنه يبلش يحط وزن على رجله هون بيجي دور المعالج دوره تعليمي أكثر من أنه دوره عملي في إيده فبعلم المريض كيف وضعية النوم الصحيحة ووضعية القاعدة الصحيحة كيف وضعية المشي الصحيحة بعد العمليات بعد هيك يبلش يدخل في مرحلة تحريك المفاصل تقوية العضلات تحفيز المستقبلات الحسية لحتى يرجع للملعب أو يرجع لوظيفة حياته اليومية ويرجع للحياة التي كانت عيشها بشكل أحسن من الأول تماماً يعني حتى نقول أنه على فكرة ما وش أنه خلاص علاج طبيعي كل واحد يسوي اللي بكيفه ولازم الدكتور يكون مطلع وخصائي العلاج الطبيعي يكون مطلع الاطلاع تام لحتى تحسن من عملية الاستشفاء مع بعض العمليات أو مع بعض الإصابات بشكل عام نعم بالنسبة للقلبة حيث يكون هناك ضعف في بعض الوظائف شرايين صبامات العلاج الطبيعي كيف يساعد القلب على التقوية بعد العملية الجراحية والقسطرة كيف يساعد على تقوية القلب وما هي ممكن التمرين حتى تمام بالنسبة للجهاز القلب التنفسي بشكل عام هو علم قائم بذاته داخل تخصص العلاج الطبيعي العلاج الطبيعي ينقسم إلى سبع أقسام من أحد هذه الأقسام اللي هو العلاج القلب التنفسي خصوصاً بعد العمليات الجراحية المتعلقة في الرئتين في القلب في الجهاز التنفسي ضروري جداً نلجأ للعلاج الطبيعي لحتى يخفف من الأعراض اللي بعاني منها المريض بعد هذه العملية حسنا كمعارج طبيعي ما يدخل على منطقة القلب ويصير مثلاً يشتغل فيها لا هو يشتغل على العضلات المحيطة في هذا المكان عضلات التنفس الرئيسية الحجاب الحاجز العضلات ما بين القفص الصدري بزيد قوة التحمل عند المريض تمارين التنفس الهوائية تمارين التنفس الهوائية حسب الحاجة للمريض لكن بشكل رئيسي نحكي عن الجهاز التنفسي اللي هو مربوط بشكل خاص بالجهاز القلبي اللي هو أغلب الناس إحنا لو نجد تطلع على روتين حياتنا اليومية تعالنا نطلع كيف نتنفس إحنا بنسهل على حالنا عملية التنفس لهذه الدرجة فأنا باجئ أتنفس بس بأخذ نفسي من صدري لكن العضل الرئيسي المسؤول عن التنفس هي عضلة الحجاب الحاجز وعضلات البطن من الأسفل فإحنا مش قاعدين نشغل فيها فعشان هيك بتلاقي أغلب الناس بس يطلع الدرج بس ينزل للدرج بتلاقي قاعد بالهز مباشرة فإحنا عضلات التنفس لازم نأخذ نفس بشكل رئيسي نحط إيدنا على صدرنا إيدنا الثاني على القلب رح نلاحظ إنه بس إحنا نتنفس من فوق لا فعلياً لازم نوصل الهواء للبطن ونطلع لأنه تكون نسبة 50% إلى 50% هل تمارين حتى بتريح النفس يعني؟ طبعاً مدتيشة بالضبط يعني إحنا نتكلم حتى أنه قبل العمليات الجراحية وقبل حتى أنه ما يضرر القلب تمارين الكارديو هل ممكن بتأثر على مدى قوة القلب؟ هي من أفضل التمارين اللي لازم نعملها اللي هي تمارين الكارديو اللي هي تمارين التنفس الهوائي وتنفس الهوائي حسب الحاجة للمريض بتزيد من ساعة تحمل المريض قوة تحمله على التمارين قوة تحمله على قيام بوظائفه اليومية فهي من أفضل التمارين لازم يعملها تحت مختص وليس تحت اليوتيوب ولا تحت جوجل لازم مختص هو اللي لما يكون حد بعاني من المشكلة طبعاً وحتى بتزيد نسبة الأكسجين للدماغ التنفس الصحيح بتزيد نسبة قوة تحمل الجسم على استقبال وإخراج الأكسجين وثاني أكسجد الكربون هذا الشيء رئيسي يجهل أهمية العلاج الطبيعي ويتجاهل وإيش ممكن يصير لو حد مثلاً عنده عمل عملية جراحية وما مرحش لي خصائي علاج طبيعي يعني هاي من أكثر الأسئلة اللي نسألها بشكل عام بعد العمليات لأنه بالعادة العلاج الطبيعي هو موجع لكن وجعه مريح تمام فالمريض بيجي بيحكي أن أنا خلص يعني مع الأيام بتمر وبتعدي لكن كثير من العمليات الجراحية إذا ما تم عمل العلاج الطبيعي المناسب لإلها راح يضطر المريض أنه يفقد وظيفة من وظائف حياته اليومية سواء الجلوس براحة أو أنه جلوس بوضعية التشهد للصلاة كثير من الناس بعد عمليات مثلا الرباط الصليبي لغاية الآن صلوا سنتين وثلاث سنين ما بيقدر يسجد التشهد للصلاة مع العلم إذا كان في علاج طبيعي بعد عملية الرباط الصليبي بعد أربع لخمس شهور بيقدر يسجد ويقدر يعمل العملية التشهد الصحيح فهو أهمل دور العلاج الطبيعي بالتالي راح يفقد وظيفة من وظائف حياته اليومية العلاج الطبيعي دوره مهم جدا 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 لأنه الإشي اللي بيحاجي له المريض أنا قاعد بعطيه اللي هو الإشي اللي هو مفتقده الوجع اللي هو يعاني منه أنا قاعد بخفف له إياه المدى الحركي اللي مش قادر يجيبه أنا قاعد بزيدله إياه القوة العضلية الضعيفة عنده أنا قاعد بقويله إياها فالعلاج الطبيعي مهم جدا خصوصا قبل أو بعد العمليات أو بشكل عام حياتنا اليومية تمام يعني اتفقنا خلاص أنه مرتبط العلاج الطبيعي بأي عمليات جراحية مفاصل قلب غيرها لازم نهتم أكثر بهذا الوضع ضروري جدا يكون فيه فريق كامل مختص اللي هو من طبيب من معالج طبيعي من معالج نفسي من معالج وظيفي من أخصائي تخدير هذا الفريق كامل يجب أن يكونوا على اطلاع تام بحالة المريض حتى الندوب دكتور لو فيه ندبة مثلا بعد قراحة هل بتتدخلوا فيها كمان حتى الندوب كثير من العمليات اللي شفنا فيه محدودية في حركة المفصل نتيجة لهاي الندوب فعشان هيك بعد العمليات الجراحية من وسط المريض بطريقة عمل مساج معين لهذه المنطقة لحتى تخفف الندوب الموجودة لانها رح تعملنا محدودية في الحركة لقدام وحاليا في لواثق طبية بتساعد طبعا عن طريق خصائي العلاج الطبيعي بتساعد لحتى تخفف من هذه الندوب فعلاج الطبيعي مهم نعم فعليا خصائي العلاج الطبيعي شكرا جزيلا فرصة سعيدة جدا نعم سعيدة جزيلا ويعطيكم ألف عافية شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا